إِذَا أَجَمَ الشَّقَاءُ عَلَى الرُّقَادِ وَفَاضَ الْقَلْبُ ذِي الْكُرَبِ الشِّدَادِ وَأَحْكَمَتِ الْهُمُومُ رِبَاطَ قَيْدِ وَضَاقَ عَلَيَّ صَدْرِي مِنْ فُؤَادِ وَضَاقَ عَلَيَّ صَدْرِي مِنْ فُؤَادِ هَرَعْتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ جَرْيًّا لِأَقْرَأَ سُورَةَ الْأَعْلَى وَصَادِي وَأَنْهَلُ مِمْ مَعَانِهِ شِفَاءً كَمَا يَرْوَى بِمَاءِ الْمُزْنِ صَادِي وَأَقْبَلُ بَاسِطًا كَفِّي عَلَيْهِ كَمَا يَلْقَى الْحَبِيبُ دَوَى الْوِدَانِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الدرس الثالث عشر وده درس مهم جدا من دروس دور التدبر القرآن الكريم وسيكون عن ملاحظة ظاهرة الالتفات وهي من أكبر ومن أعمق ومن أصعب الظواهر القرآنية وهي الالتفات في الأفعال وفي الضمائر وفيها الالتفات آخر لكن احنا كان في الأفعال و الضمائر فقط يا جماعة أنا عاز أقولكم أن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الدار الآخرة وده حدث في المستقبل يعني هذا الحدث ما حصلش لسه بالنسبة لنا طبعا تكلم عنه في حوالي خمسمائة موضع في القرآن الكريم بصيغة الماضي افتح كده سورة الزمر الآية 71 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاؤوها فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ هذا ماضي صيغة الماضي عن حدث في المستقبل هذه ظاهرة اسمها ظاهرة الالتفات هنا فيها تدبر كتير يعني طبعاً في التفسير قالوا فيها كلام كتير ليه؟ إيه سبب ده؟ قال لك هذا أسلوب توكيد يؤكد على أن هذا الحدث المستقبلي سيحدث لا محالة وكأنه حدث بالفعل فربنا يتكناعونه بصيغة الماضي لكن هذا ليس التدبر الوحيد هو أيضاً خلي بالك الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر الله هو الأول دون بداية والآخر دون نهاية فبالنسبة لربنا ما فيش مستقبل بالنسبة لك أنت الآخرة مستقبل بالنسبة لربنا هي في علمه حدثت بالفعل فربنا يتكلم عن ما هو مستقبل بالنسبة لك بصيغة الماضي وهناك أيضاً أنه ربنا تتكلم على أنه ماضي إذن هو ماضي لكنه في عالم آخر خلي بالك احنا في عالم بتاعنا لنستطيع أن نفهم إلا العالم بتاعنا هذا عالم فيه إحداثيات X Y Z طول عرض ارتفاع و Time زمن دي الإحداثيات الأربعة بتاع العالم اللي حتى فيه ما نقدرش نفهم أي عالم آخر له إحداثيات تانية فالمشكلة لما الناس تتعامل مع الدار الآخرة بإحداثيات الدنيا مش هتفهم حكا مش هتفهم حكا أقول لكم مثلاً مثال إبليس عصى ربنا فطرد من الجنة قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها صح؟ خرج برا الجنة وبعدين عمل إيه؟ فوسوس لهم الشيطان وسوس لآدم و حواء طب هو وسوس إزاي؟ وهو برا هذا السؤال كان يأتي دائماً من 30-40 سنة أصبح لا يأتي تماماً خالص دلوقتي محدش بيتكلم فيه ليه؟ لأن أصبح شيء غير مستبعد أبداً التواصل عن بعد النهاردة الناس كلها بتتواصل عن بعد بموبايلات وبطرق ما الواحد لو كح دلوقتي في أستراليا الدنيا كلها بتعرف فهو أصبح مش شيء مستغرب لذهن الإنسان أن حد يخرج من مكان ثم يعمل حاجة في نفس المكان ده أو يوسوس فيه مثلاً فإحداثيات الآخرة تختلف عن إحداثياتنا إحنا مالذيش نتعامل هناك بـ X Y Z و Time لذلك قد يكون هذا عالم موازي وإحنا بالفعل في الجنة أو في النار وإحنا هنا برضه واللي بنعمله هنا بيخرجنا هناك من هنا يدخلنا هنا هذا تدبر هذا تدبر المهم أن هو اللي بتعمله هنا هيؤثر على هناك وهناك جاي بعد هنا بالنسبة الهنا بالنسبة الإحداثيات الدنيا الأخرة لسه ما حصلتش لكن بالنسبة لله ما فيش حاجة اسمها لسه ما حصلتش كله في علم الله موجودة كل حاجة في علم الله موجودة أقول لكم على مثال أنا دا اتخيلوا أن معايا قدامي على الترابيزة دي أشياء لكن الترابيزة دي هو عبارة عن عالم ثناء الأبعاد فقط X Y ما فيش حاجة لها ارتفاع خالص فأنا عندي دي و دي محطوطين هما X Y بس ملهمش ارتفاع وبالتالي عشان هو عالم ثناء الأبعاد ما يفهمش أي حاجة لها ارتفاع فهم مش شايفيني خالص مش شايفيني فأنا بقول لدي أنا أقربلك من دي بس هي مش شايفاني هي شايفة دي قدامها وقريبة منها لكن في الحقيقة أنا أوريب منها جدا أقرب من دي بس هي مش فهمة عشان أنا في عالم آخر له إحداثيات مختلفة هذا العالم لا يستطيع فهم العالم بتاعي خلينا ناخد مثال تاني الظاهرة هيبان فيها الالتفات أكتر افتح سورة فاطر الآية 33 و 34 جنات عدني يدخلونها مضارعة يحلون في أقربلك المضارع يقبل معنى المستقبل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها مضارع برضو ميزة يدخلونها يحلون فيها عن سيدخلونها وسيحلون فيها إن المضارع بيستحضر لك المشهد فهو كأنك شايفه وعيشه جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله ماضي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزنة إن ربنا لغفور شكور هذا التفات بيكلمك عن شيء في المستقبل بصيغة المضارع إلا بمعنى المستقبل أيضا لكن ميزة المضارع عن صيغة المستقبل إنها بتستحضر المشهد جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ما قالش ويقولون الحمد لله لا لا أو سيقولون لا قالك وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزنة إن ربنا لغفور شكور هنا تأكيد على الحالة النفسية بتاعت الناس لما بتدخل الجنة وبتحمد ربنا اللي أذهب عنهم الحزن بتاع الدنيا هات لي سورة الأحزاب الآية عشر ربنا بيتكلم عن الموقف وبيوصف الحالة في غزوة الأحزاب إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبِصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةَ ما قالش وَظَنَنْتُمْ بِاللَّهِ الذُنُونَ لا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الذُّنُونَ ربنا بيوصف المشهد وبيفكر المؤمنين باللي حصل يوم الأحزاب من سنة أو اتنين أو تلاتة وبيقولهم إِذْ جَاءُوكُمْ فاكرين لما قولكم إِذْ افتكروا لما جاءوكم في الماضي من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم ومن الجنوب وإِذْ زَاغَتِ الْأَبِصَارُ وَأَبِصَارُكُمْ زَاغِتْ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةَ وَحَطُّهُمْ إِسْتَحْضَرْ لُهُمْ الْمَشْهِدِ تفكرهم بقى وَتَظُنُّونَ مُضَارَحْ بِاللَّهِ الظُّنُونَةِ إن هو كان عايز يوصلك للبيك يوصلك لديه انت ساعتها ظننت بالله فقال لك ما جابها لكش بالماضي استحضر لك المشهد وجابها لك بالمضارع وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَةِ ماضي 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 مضارع المضارع ده استحضر لك الحالة النفسية بتاعت المؤمنين وقتها ده التفات في الأفعال تعالي نشوف الالتفات في الضمائر افتح لي سورة محمد الآية 14 يا رب تفهموا دي معايا إنها من أهم ما يمكن ربنا بيقول أَفَمَنْ كَانَ عَلَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُّيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ مُفْرَدْ عَلَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ مُفْرَدْ كَمَنْ زُّيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ مُفْرَدْ وَاتَّبَعُوا جَمْعَ أَهُوَاءَهُمْ جَمْعَ أنا متوقع كان الآية تبقى أَفَمَنْ كَانَ عَلَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ مُفْرَدْ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ مُفْرَدْ واتبع هواه مفرد وده اللي بيخلي واحد قسف يعني حمار معانه أستاذ جامعة يقولك أنا لو مشيت بالقلم الأحمر في القرآن هطلع خطأ في كل صفحة انت أصلا قسف حمار مش فهم حاجة هذا مقصود وهقول لكم ليه مقصود دلوقتي بس قبل ما أقولها لكم انقل لي على الآية 16 في سورة محمد برضو ومنهم من يستمع إليك جمع حتى إذا خرجوا من عندك جمع قالوا جمع للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك جمع الذين طبع الله على قلوبهم جمع واتبعوا جمع أهواءهم فالآية كلها ماشى جمع 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 إيه الفرق بينه بالآية 14 اللي كانت ماشى مفرد 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 جمع بعد كده تتكلم عن نفس الشخص وراحت جمعه لي جمع أفمن كان على بينة من ربه مفرد كمن زين له سوق عمله مفرد واتبعوا جمع أهواءهم مفرد الفرق إن الآية 14 ممكن الإنسان يفهم منها إن الظالمين دول المجرمين دول مظلومين سوية ليه؟ لأنهم مفعول بهم هنا كمن زين له سوق عمله فممكن جواك يدخلك طيب هما برضو يعني زنبهم إيه؟ ما هو الشيطان زين لهم عملهم؟ ما قولوا له الشيطان؟ كان ممكن يبقوا ناس كويسين؟ فقبل ما تفكر كده ربنا قالك لا استنى قوقع حد منهم يصعب عليك ده كلهم اتبعوا بالجمع أهواءهم المشكلة مش في الشيطان ومش في تزيين العمل المشكلة في اتباع الهواء الشيطان يا جماعة كيده ضعيف ما بيعملش حاجة الشيطان ده حمار بيعرفشين حاجة غرصة امتى كلام الشيطان ووسواسته بتمسك معانا؟ لما تصادف هوا جوا الإنسان الايجو المزاج الدماغ عايزة كده ويصادف معها وسواست الشيطان يمسك وسواست الشيطان لكن وسواست الشيطان مش هي الخطر الأساسي الخطر هو الهواء فربنا لما قالك واتبع هواه لا قالك واتبعوا أهواءهم كلهم اتبعوا هواه ايه واحد فيهم يصعب عليك عشان زين له سوء عمله؟ لا لا كلهم اتبعوا أهواءهم ارجوه ان يكون المثال وصل لذا من أخطر ما يمكن ظاهرة الالتفات في الضمائر كمان من أخطر ما يمكن اسمع هاتلي سورة الشورى 41 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر بعد ظلمه مفرد فأولئك جمع ما عليهم من سبيل إنما السبيل على مين؟ على الذين يظلمون الناس ويبهغون في الأرض بغير الحق أولئك اللي هم عذام العديد يعني اللي ينتصر بعد ظلمه واحد مظلوم مفرد واحد مظلوم قرر انه ينتصر بعد ظلمه يعني ياخد حقه يعني ينتقم يعني يطبق القانون فأولئك كل دول كل واحد معناها كل واحد ينتصر بعد ظلمه ما عليه من سبيل يعني مفيش عليه جناح يعني مفيش عليه ملامة يعني مفيش حد يقدر يلومه على اللي هيعمله ولمن انتصر بعد ظلمه مفرد فأولئك كل واحد زي كده في الوضع ده ما عليه من سبيل الى قيام الساعة الى قيام الساعة كل واحد يظلم ويقرر انه ينتصر بعد ظلمه ما عليه من سبيله فالمفرد ألب جمع عشان يوصل لك هذا المعنى تعال ناخد تدريب بس تدريبات بقى عامة على الدروس كلها مش بس في الموضوع ده من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا تفكر بقى وتدبر في الرسالة المرسالة للقلب في الآية دي دي الآية خمستاشر من سورة الإسراء افتح الآية خمستاشر الإسراء من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها حط نفسك في الصورة حط نفسك في الآية ربنا بيقول لك اللي يهتدي بيهتدي ايه لمصلحته لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها هو اللي بيدر نفسه وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وصلك إرسالة إن هداية ربنا موجودة قدام الناس كلها دي ما يكون كده علامات في الطريق علامات على الطريق بتقول لك ايه المنزل اللي جاي منزل الدقي بتقول لك الهداية بتاعت ربنا موجودة بس البعض بيقراها والبعض مش عايز يقراها فلي مش عايز يقراها بيضل ويضلوا عليها هو اللي عمل كده في نفسه والبعض بيقراها ويخالف ويقول لك مين اللي كتب كده لان عندي طريقة تانية احسن اوصل بها الدقي وفي يوحب بيقراها وبيتبعها بينزل وبيقى فيه امان فهي المسألة هي مسألة ان الهداية موجودة انا شخصيا التدبر بتاعي لهذه السورة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزرة وزرة اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله اذا الهداية موجودة ربنا بعث الرسل لنا مش هيعزب حد ظلم لكن الهداية موجودة احنا المشكلة فينا احنا مش في القرآن ولا في الهداية بتاعت ربنا هي موجودة بس فينا المهتم وبيقرأ وبينفذ وفينا اللي بيقرأ ما بينفذش وفينا اللي ماشي مستهتر بيأكل وهو سايق او بيشرب وهو سايق ما بيخدش باله منها وبيضيعها تعالى نشوف البقرة 80 وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة ايه الرسالة اللي وصلة وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة الشيطان يا جماعة بيشجع الإنسان على المعصية بإنه يزينها وإنه يهون العذاب بيقولك إيه انت بصراحة الموضوع ده جميل قوي والكاس ده في حاجة تزبط لك دماغك حرام يا سيدي أيام معدودة بس انت هتستمتع دلوقتي فيهون لك من العذاب فيقدم المرء على الشيء وهو يعلم انه حرام لأنه مستهون بالعذاب فالشيطان بيعمل حتين بيزين لك العمل الحرام ويهون عليك العذاب واضح جدا في الآية 80 من صورة البقرة وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة عارفينوا ما يخشوا النار بس أيام معدودة مش مستهلة يا جماعة ان احنا نفوت المتعة الفضيعة بتاعت الدنيا بهذه الطريقة تعالى نشوف صورة الفجر الآية 14 آية قصيرة جدا لكنها غريبة جدا إن ربك لاب المرصاد أنا بقرأ الآية دي بقى مش عارف أخاف ولا اطمئن أفرح بيها ولا 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 ترعب ليه إن ربك لاب المرصاد بتطماني جدا إن اللي ظلمني ربنا مش هيسيبه بس بتخوفني إذا أنا ظلمت إن ربنا بالمرصاد ليه أنا كمان فالآية ليها أكتر من وقع فكر دايما في كل آية من كذا زاوية بص على الآية وكأنها لوحة جميلة بتبص عليها من اليمين ومن الشمال ومع الآية اللي قبلها ومع الآية اللي بعدها وعدها وكررها استمتع بالقرآن القرآن كتاب ممتع ممتع اسمع الآية مية سبعة واربعين في سورة النساء افتح الآية مية سبعة واربعين في سورة النساء وشوف ربي بيه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ربنا هيعمل ايه بإنه يعذبك لو انت شكرت وأمنت وكان الله شاكرا عليما الرسالة هي ايه ربنا بيقولك ان الكافر اللي ما بيشكرش ربنا على نعمه ومش بيؤمن بربنا ربنا هيعذبه بس قالهلك ازاي بص بلغة القرآن قالهلك بصدق جدا قالك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم معناها ايه انه لما يشكرش وما يأمنش هيعذب لكن ربنا بيقولك هو مش محتاج يعذبك ولا يريد انه يعذبك فبص الطريقة اللي بتصاغ بيها الآية وبكده احنا انتهينا من الدرس الثالث عشر ويبقى عندنا الدرس واحد بس هو الدرس الرابع عشر نراكم إن شاء الله هي الدرس الرابع عشر هو انا قدر اقول ان الدورة لغاية كده خلصت بس الدرس الرابع عشر خطير جدا لانه فيه ملاحظات او كلام عن الاشياء اللي قد تلاحظها وانت بتتدبر القرآن ولا تفهم لها حكمة ولا تدرك حكمة منها ازاي تتعامل معها هنشوفها ان شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اجم الشقاء على الرقادي وفاض القلب في الكرة بالشداد وحكمة الهموم رباط قيدي وضاق علي صدري من فؤادي وضاق علي صدري من فؤادي هرعت الى كتاب الله جريا لأقرأ سورة الأعلى وصادي وأنهل من معانيه شفاء كما يروى بماء المزن صادي وأقبل باسطا كفي عليه كما يلقى الحبيب ذوى الودادي كما يلقى الحبيب ذوى الودادي همعت الى كتاب الله جريا لأقرأ سورة الأعلى وصادي وأنهل من معانيه شفاء كما يروى بماء المزن صادي وأقبل باسطا كفي عليه كما يلقى الحبيب ذوى الودادي كما يلقى الحبيب ذوى الودادي فأقرأ خاشعا والطير حولي ويغشع حولنا قلب الجمادي وإن تكن الدراهم زاد قوم فقول الله راحلتي وزادي تنافس فيه قراء سباقا بحفظهم إلى درب الرشادي وذاك لأنما الأخرى سباق وميدان كميدان الجياد وميدان كميدان الجياد وميدان كميدان الجياد وميدان جياد اشتركوا في القناة